موسيقى 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 ازاك عمالنا نارضه في حلقة جديدة هنا في استفلا الرياكشن على هوم سينما رجعنا في فيديو جديد حلقة جديدة والتريلر اللي احنا هنعمله الرياكشن النهاردة وهو الأوفيشيل تريلر بتاع فيلم اسمه The Watchers احنا كنا عملينه قبل كده تيزر رياكشن مثل تيزر كان صغير جدا فاحنا قلنا ساعتها ان شاء الله بإذن الله أول لما ينزل الأوفيشيل تريلر بتاعه حنعمله على طول تريلر رياكشن قبل ما نبدأ حلقتنا تماما انتو تكونوا عملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا وعملين اللايك والشير ويلا بينا نبدأ فيلم The Watchers هو من اخراج إيشانا شامايلان وهي بنت أمنايت شامايلان ان هو مفروض السنية دي حينزلنا فيلم عملنا له برضو تريلر رياكشن اللي هو فيلم تراب وهو المخرج أبوها اللي هو نايتش أمنايت شامايلان وبنته هتنزلنا إيشانا شامايلان وهي المخرجة لفيلم The Watchers والفيلم من بطولة داكوتا فانينج وجورجينا كامبل ونجوم تانين من يعني الناس كلها جداد في عالم التمثيل انا مش فتهمش قبل كده بصراحة بس هي أكتر واحدة معروفة فيهم هي داكوتا فانينج كلمنا كتير فيه التيزر الأولاني لما اتعرض التيزر بتاع الفيلم دا فعايزين نخش على تور على التريلر ولو فيه حاجة محتاجة ان احنا انفصصها هنفصصها في التريلر زي بها بنعمل فيه الأفلام المهمة ساعات التيزر احنا طبعا ما ادناش نسبة تراقب لأنه هو تيزر صغير طبعا فده الوفيشال تريلر ان شاء الله بإذن الله اتمنى ان التريلر يعجبني وندي نسبة تراقب عالية لان الظاهر ان السنة دي احنا في اول السنة سبحان الله كنا بننكلم ان ما فيش افلام الرعب خالص دلوقتي افلام الرعب عمالة تهل علينا بطريقة يعني مبلغ فيها طبعا كان العادة مشوفش التريلر ولا مرة عشوفه معك دورتين اول مرة فيلم يلا بينا احنا نعم احنا نعم احنا نعم قبل تقلقا تستطيع ان يحظكهم يرارس تلك الحق لا فتنها ترفقية تحول أنت لا يتكن ولم يكن أن jewelry لن يجب أن أكون هنا وليس هنا لن يجب علينا أن نتبه لأننا نتبه ماذا قالت؟ شخص يخرج أرجوك افتح الباب شخص يخرج شخص يخرج فيلم The Watchers لا يوجد شيء تتفصص بصراحة في هذا الفيلم ده عجبني يعني أنا صراحة عجبني التريلر عجبني عجبني الأجواء بتاعت الفيلم وده حاجة من الحاجات اللي عجباني في الفيلم إن لحد الآخر أصلا لا قالك الناس اللي بتطلع دول مين ودول بيحرصوا مين دول أصلا يعني موجودين هنا ليه؟ ودي من الحاجات اللي بصراحة اللي بيت بحبها في التريلرز اللي من النوعات دي إن هو لأن التريلرز دلوقتي أغلبها بيت تسبويل الفيلم كله نادراً قوي لما تلاقي فيلم غازير يعني مديك تريلر كبير بس في نفس الوقت مش حريق لك حاجة ودي من الحاجات اللي حلوة جداً اللي بيحبها في التريلرز عجبني قوي لأن الفكرة يعني أحنا مش عارفين هم مين دول في الغابة بيحرصوا إيه بيبصوا على إيه فكرة إن هي البنت نفسها دكوتا فانينج لقيت نفسها في الغابة ولقيت نفسها مع الناس دي وفي حاجات غريبة بتحصل في الغابة وعجبني الموضوع يعني عجبني الموضوع الله أعلم بقى هل الفيلم ده حيعلي على فيلم تراب بتاع ابوها أمنايت شامالان ولا لأ بس بصراحة ما عرفش ليه بس عجبني التريلر بتاع تراب أكتر يعني تريلر تراب كحسه كان أكتر مفاجئ يعني تويست جوه التريلر ودي من العلامات لي أمنايت شامالان في أفلامه إن هو ملك التويستات فهو حطيك تويست جامد جداً في التريلر يعني بس برضو الفيلم ده أورول برضو عجبني التريلر بتاعه مش هقدر أنقول إن هو واحش حس ان التريلر برضو لا قوي يعني دا كونتا فانينج مبسوط ان هي رجع التمثل تاني وجورجينا كامبل على فكرة مصرين برضو الشاطرين اللي ما بيدروح لهاش الكريدت خالص يعني انا نسبة ترقبي للفيلم ده سبعة من عشر خصوصا ان هي هتكون اول واحدة من اوائل التجارب للمخرجة ايشانا شامايلان الهبط ربنا يسطر بصراحة ويطلع فيلم حلو بس ما عنديش حجة تانية أقولها عن فيلم ده وودشيرز ازا طمان الحلقة اكون عجبتكم ان شاء الله شكراحة دها تانية قريب ما تنسوش اعمل mate and subscribe لن missed our channel اسمها هومالون وottaك تو وحسب لك ولاحابين وانستاجرام واسابولوكم واباي باي ترجمة نانسي قنقر